شارك وزير الخارجية خالد اليمان اليوم أعضاء الجالية اليمنية في المغرب احتفالاتهم بالعيد الوطنية الخامس والخمسين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيد ونقل الوزير تحيات فخامة رئيس الجمهورية لليمنيين المقيمين والدارسين في المغرب بمناسبة ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين والتي أنهتا حكم الاستعمار وخرافة الحق الإلهي التي تحاول ميليشيات الحوثي الانقلابية فرضها مجددا على الشعب اليمني الذي اختارت ديمقراطية كشكل لدولة العدل والمساواة في ثورتي سبتمبر وأكتوبر وجددها في مخرجات الحوار الوطني الذي أسس لدولة اتحادية يتساوى فيها جميع اليمنيين كما هنأ سفير اليمن في المغرب عز الدين الأصبح اليمنيين بهذه المناسبة الوطنية العظيبة منوها بمستوى العلاقات بين اليمن والمغرب واهتمام الجانب المغربي بأشقائه اليمنيين في هذا الوقت الصعب عقب ذلك ناقش وزير الخارجية مع الطلاب المبتعثين عددا من همومهم ومشاكلهم وسبل حلها